الشيء الجدير بالذكر أحبائي إنه نلاحظ اليوم اليوم بتلاقي إنه كل أو كتير من المتشككين والملحدين واللادينيين خليني أسألك أي كتاب عم بهاجمه رد علي أي كتاب عم بهاجمه الكتاب المقدس ليه طبعا إنه هاجمت الإسلام أو هاجمت الرسول العقاب هو الموت لكن ليه كل الناس يعني بتشوف المحطات الرئيسية في شمال أمريكا من CNN وFOX والDiscovery Channel كل هذه الإذاعات القوية عالميا لاحظ لما بيعملوا مواضيع بيعملوا دائما إشي بيتمحور حول الكتاب فيه من تشكك ومن إلحاد ومن أفكار ليه؟ ليه؟ ما خطرش على بالك إنه ليه بهاجموا الكتاب المقدس؟ ما خطرش على بالك ولا مرة إنه يسوع اللي بلا خطية الشخص الكامل ليه إنه عم بيتكلموا أو بهاجموا أو بيشككوا؟ عارفين طبعا المسيحين مش راح يردوا بالسيف ولا القتل ولا العنف لأنه دع الكتاب أو دع المسيح يدافع عن نفسه الأسد ليس له حاجة أن يدافع عن نفسه فإذن الكتاب المقدس مؤسس على حقائق تاريخية مش ممكن أن تضحط حاول أن يضحضوها لكن كل اكتشاف كل علم كل شيء عم بيثبت صحة الكتاب المقدس نبوات الكتاب المقدس وقيامة يسوع المسيح هو أساس راصخ لا يتزعزع وهذا ندل على الشيء بدل إنه إلهنا أو إله المسيحيين هو إله حي موسيقى